ورجعنا لكم تاني مرة تانية انا ونيرا وفقراتنا بقى دلوقتي بنتكلم عن كل حد عاوز يدخن ومش عارف وحد شايف نفسه ان هو نحيف وبرده مش عارف يدخن وبيحاول يدخن وبرده مش عارف اهلا بيك يا دكتور احمد دكتور احمد الهشان اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اخصائي التغذية والنحافة تمام؟ تمام عايز اعرف بقى في الاول ايه هي النحافة اصلا؟ لا ببساطة شديدة كده بس قبل ما نتكلم فاي حاجة يعني لو جينا نعرف ان نحافة نقول ان نحافة نزول في الوزن عن المعدل الطبيعي اكتر من 15% طب واحد سؤال بقى يقولك طب ايه هي يعني ايه هو المعدل الطبيعي او ايه الوزن الصحي او ايه الوزن المثالي زي انا اعرف ان بالفعل ان انا اكون اقول على الشخص ده نحيف من خلال حزبة بسيطة خالص اللي هي حاجة اسمها البضي ماس اندكس او مؤشر كتلة الجزء البضي ماس اندكس دي اللي هو معادلة كده بسيطة انا عايز كل الناس تكتب المعادلة دي عشان تعرف حتى ان انا ازاي بطريقة بسيط اعرف ان ده الوزن المثالي والشكل الجزء بتايه عشان دي بتبقى السن والوزن والطول والجنس والحالة الصحية وهلها عنده مشاكل عضوية معينة دي من كل المعلومات دي نقدر نشخص الحالة لكن بشكل اساس انا دلوقتي عايز كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بشكل اساسي ايه هو انا اعرف ازاي ان انا او الوزن بتاعي مثالي او الشكل بتاعي جذاب اعرف ازاي خلال المعادلة دي وفيه طبعا فيه طرق كتيرة جدا مشهورة ومعروفة لناس كتير جدا ان احنا مثلا فيه حاجة بسيطة كده ان انت بيقولك اطرح الطول بتاعك يعني مثلا لو انت الطول بتاعك 170 سنطي ان انت تطرح رقم بي يبقى ده هو الوزن المثالي بتاعك بس طبعا دي حاجة مش دقيقة اوي يعني انت مثلا لو نزلت عن سبعين يبقى احنا كده بنتكلم ان ان الشخص ده نحيف وان الوزن المثالي ده كده طريقة وطريقة بسيطة اوي وفيه بعض الناس بيقولك لا اطرح يعني اطرح من الوزن بتاعك 105 من الرقم اللي يطلع هو هيبقى الوزن المثالي بتاع الطريقة بقى اللي هي التعتبر دقيقة بشكل اساسي او نحنا نقدر نقول عليها ان هي دقيقة شوية المية يعني اه اه الى حد المال اللي هو الباضي ماس اطبعا في الاجهزة دلوقتي اللي موجودة عندنا في الاعيدات او كده بتسهل الحاجات دي ببطالة كده فيه كل المعلومات دي بس انا اتكلم دلوقتي بالنسبة للبايشنت او بالنسبة للشخص انا اعرف زي عشان ما انشككش في واحد يجيلي الاعيادة هو ما عندهش اي حاجة وجسمه كويس جدا ووزن بتاعه مثالي بس هو يعني اه معتقد داخليا جواه ان انا نحيف هو حاسس كده هو بحاسسك من جوان هو نحيف بس لكن اه اه طب احنا نقيم الموضوع وندي الفايصل في الموضوع ازاي اللي هو من خلال الحاسب دي اظن اعتقد كده الالبايشن او الناس دلوقتي جابت ورقوا الان او اكيد طبعا اللي هو الوزن على مربع الطول ان احنا من خلال الوزن ده يبقى بالكيلو جرام والطول اه بالمتر المربع ليس بالسنتيمتر اصبحت لك مئة وسعبين لا يبقى يبقى طول الناتج اللي يطلع هو ده بقى نقدر نقول عليه اه بقى الناتج لو طلع اقل من 18 ونص نقدر نقول على الشخص ده انا حيف الناتج لو طلع اقل من 18 ونص وبرضي بتتفاوت مني يا الحزبة شكلها صعبة يعني انا دلوقتي مفكر اما روح احسبها ازاي بس صعبة بساطة او بساطة الوزن بتاعك شو فيه كان بالكيلو جرام بالكيلو جرام والطول بالمتر المربع المتر المربع مثلا الطول بتاع مياه وسعبين يبقى هندرب لا يعني هندرب الطول في الطول يعني ببساطة او انا هندرب الطول في الطول بس بالمتر مربع بالمتر بالمتر يعني انا لو مية وسعبين يبقى واحد بوينت سبعة لو مية وتمانين يبقى واحد بوينت تمانية في واحد بوينت تمانية الناتج اللي يطلع ده بداه مربع الطول نجيب الوزن بالكيلو جرام فوق وتحت بالمتر مربع بالمتر مربع الناتج اللي هيطلع يعني بيقولك الوزن المثالي وشكل الجزابي اللي هو من 18 ل 25 ده الوزن الطبيعي لأنت لو الناتج بتاعك تلع من 18 ل 25 يبقى انت كده مية مية يبقى انت كده ماشية في السليل انا بقول لكل الناس اللي عارف يحسب الحزبة دي وعملها تمامي يعملها ويعرف وزنه اللي ما عارفش بيروح بقى للدكتور المتابع معي وهو هيقوله الوزن بتاعك لا بس اهم حاجة لما عارف الوزن لنوه النقطة اهم حاجة بطور اللي هتروحوله اهم حاجة يكون انا متروحوش لأي حد تاني اه اهم حاجة طبعا دي او دي النقطة الاول طيب انا عايز اعرف انواع النحافة عندنا اكتر من نوع للنحافة كم نوع اه تمام بس انا كنت قبل بس من نخش على انواع النحافة او كده بس انا عايز اتكلم بس في نقطة ان احنا دلوقتي لو الرقم اقلي من 18 ونص يبقى ده قولنا ان هو مؤدل كويس اقلي اقلي من 18 ونص يبقى نحية بتتفاوت بس بقى فيه سفير ومودرت وميلد السفير اللي هو نحافة شديدة دي بتبقى بتساوي الرقم بتاع بيساوي 16 او اقلي من 16 ده انا قدر نقول عليه نحافة شديدة ولازم يتوجه بشكل مباشر للدكتور اه من 16 ل 17 دي نحافة متوسطة ان البودميس اندكس اللي طلعه اللي احنا قولنا الناتج بتاعنا ده لو من 17 من 16 ل17 دي متوسطة من 17 ل18 دي البسيطة حديك دلوقتي بقى في النقطة انواع النحافة اه انواع النحافة ان احنا بص هو فيه نوع نقدر نقول كده فيه نوع اولي فيها لها كلام كتير فيقولك نوع مقصود او ارادي او او غير ارادي فيه لها يعني مسميات كتير واحدة يقولك انا عايزة بص اعرف ان فيه ناس ممكن واحدة تشوف نفسها ان هي نحيفة مع ان ده بيبقى الجسم الرشيق او الجسم المثالي فعايزين نعرف الفرق ما بين النحافة والرشاقة يعني ايه الفرق ما بينهم الواحدة تشوف نفسها تقول لا انا كده كده جسمي مصبوط عفوا فايه الفرق ما بين النحافة والرشاقة ازاي انا اقول لا انا كده جسمي رشيق مش محتاجة ان انا املة شوية او ازاي اقول لا انا محتاجة ان انا ملأ شوية ما اقول لها برضو المكياس في البداية احنا اقول لها المكياس في البداية اللي هو بالبعضي ماس اندكس ده لو قلق عن 18 ونص يباحنا كده في نحافة ده لكن يعني بالنظر دكتور انا ممكن بنظر عيني اعرف ان انا نحيفة او ان انا كده وزني مثالي او ان انا شوف لو شوفت شخص اقول عيني نحيف او وزنه مثالي ما بيكون في ناس فعلا نحيفة جدا بس هو شايف نفسه ان هو كده جميل بس هم محتاج فعلا يغطي ايوه بص الخبراء الانجليز قالوا يعني معلومة مفيدة اوي بتقول ايه المعلومة ده بيقولك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفيه طاقة وفيه نشاط وفيه حماس وفيه حيوية وما فيش اي اعراض جانبية اللي هو الضعف العام او مشاكل في المناعة او جسمه بيقدرش يتقوم امراض يبقى ده ما تخافش عليه نحيفة مفيش مشكلة بدام للنحافة لكن لو فيه اعراض بقى اللي هو الضعف العام فيه مشاكل معينة صحية عنده امراض عضوية فيه ضوخة واصداع فيه شعر بيقع يعني فيه امراض فعلا بتسبب النحافة اه اه بالفعل احنا دلوقتي يعني النحافة احنا قلنا بقى هي دلوقتي تلميت في نقطة النوع اللي هو انواع النحافة هو النوع البسيط وده بيبقى يعني اللي نقدر نقوله ان السبب الرئيسي بتاعه ايه اللي التناول الاكل بصفة عامة ايه اللي التناول الاكل بصفة عامة تخزية يعني ايه اللي التخزية في حد بيأكل يعني عشان شغلوا فم بيأكلش غير مرة واحدة في اليوم او مرتين فم بيأكلش ثلاث واجبات متكاملة فده بتسبب ناييرا انا اعرف ناس ما شاء الله الله اكبر بيأكلوا اكبر جميل جدا بيبانش عليهم خالص وشكلهم نحيف يعني ان شاء الله والله ما بحث دي جانب بيأكلوا بيأكلوا ما شاء الله اه 24 ساعة بيأكلوا كتير وكمية كتيرة ووقات كتير ورفيعين يعني ايه برضو مش رفيعين بشكل الجسم كويس لا اه محاولين على جسمهم لا شكلهم بيدي على نحافة برضو اه صح بالفعل بس انا عايز اتكلم في نقطة انا عايز اتكلم في نقطة دلوقتي اه الفايصل الفايصل في الموضوع نقدر نقول على الشخص نحيف ان هو بالطريقة البدائية او اه ومدام الشخص ما عندهش اي اعراض تأثر على النحافة بتاعته ما فيش اي مشاكل سوي ممكن يبقى حد رفيع ومشاء الله فيه صحة اكتر من حد يعني اه 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 بالفعل كده بس انا عايز برضو اوجه الناس لنقطة مهمة او اللي هي نقطة الحرمان ان انا دلوقتي فيه ناس مفكرة كتير يعني الناس كتيره سواء جاء في حالات السمنة او حالات انها حافلة جدجلة في العيادة ان انا دلوقتي اما اقل لو اعمل تقنين بشكل كامل للنشويات او اعمل تقنين للدهون او انا اخد نوعات معينة من الاكل ان انا كده زي الفل وهوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بالطريقة دي هو بالفعل بيوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بس بيحرم نفسه من كل الاكل بس فيه قاعدة بقى مهمة الناس دي لو فهمتها بشكل قوي جدا هتبقى دفعها قوية جدا يزيد او يقل على حسب او ايه بقى يعني دي هي بقى قاعدة دي اللي هي القاعدة مات وقاومه سوف يستمر مات وقاومه سوف يزيد يعني ايه؟ يعني بزبط عامل بزبط لو فيه حباية مثلا موجودة في ايديك كده لو الحباية ديت انا هراشت فيها اللي هيحصلها تكبر او تمام ايه شعراشت جنبها ايطلع وعدة جنبها وهكذا دي انك تهرش في ليه وتقاوم في الجسم الحد ديت ما ينتشر الحباية ديت تبقى مجموعة من الحبوب في الجسم كل فهي دي فهي نفس القاسة بالزبط يعني اللي بيحارب الجسم الجسم بيحاربه عامل كده ضربات مرتدة بيبقى نفسها فيه يعني انت انا مش هاكل لا هو الحاجة قدامي وهاكل يعني هيكل ومشكلتنا برضو انت احنا يعني زي ما انتو قلتوا تقريبا في الجزء الاولاني ان احنا مشاكل بجزء من الروتين ومشاكل في حياة روتيينية مملة حياة روتينية مملة اللي احنا مشاكل خلاص كل يوم نفس الحاجة كل يوم نأكل نفس الحاجة طب اكده الاكل كده يعني اولا بنحنا مش بندي الجسم كل العناصر رئيزعي لازم برضو الناس تبا فهمها بشكل قوي جداً إن إيه إيه العناصر الرئيسية المفروض كل يوم يبقى الأكل بتاعنا موجود فيها إيه هي؟ إن إحنا المفروض يبقى الوجبة بتاعتنا فيها ونقول برضو نسبة بتاعتها نقول بس الحاجات الأول الإيه المفروض الكربوهايدريت اللي هو النشويات طبعا الكربوهايدريت دي فيها بسيط وفيها مركب عشان برضو ناس اللي مش حارفة عن الكربوهايدريت أو نشويات ونبس نشويات المكارونة والرزو والكلام دا كل ده كده ده بيسموه المكارونة والرزو ده نوع الكمبيكس أو المعقد فيه بقى النوع البسيط اللي هو زي الحلاوة والمربة والعسل بانواعه والمشروبات الغازية الحاجات دي كلها ده كده بالنسبة للنشويات إحنا محتاجين في نشويات بس من 50% من 50% من الوجه بس أنا بقول يعني بشكل يعني لو عملناها دايرة كده ونقول إحنا فيه ثلاث حاجات رأس إيه اللي هو النشويات والدهون والبروتيت ثلاث حاجات اوه النشويات محتاجينها في الوجبة نسبة 50% ما لا أقل عن 50% أقل من كده لكن إحنا دلوقتي لو بصينا على معظم الأنظمة الجزائية الموجودة ومنتشرة في مجلات وحاجات مشهورة يعني أنت بالفعل تبص عليها كده تشتغل بتحارب الجسم يا جماعة عايزين نفهم إن الجسم ده عامل زي الطفل الصغير بالظبط لو الدينالو كل احتياجاته هيبقى زي الفل كده معانا وهيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي هيبقى فيه طاق هيبقى فيه بورة هيبقى فيه باشواط الناس هتين بقى فيه استمتاع بالحياة لو إحنا الدينالو اللي هو عايزه لكن الطفل لو مش الدينالو اللي هو احتياجاته إيه اللي هيحصلة؟ هيبطل يزن مش هيزن بس؟ يا ريكي يزن أتمنى أن هو يزن لكن ده هيمسك في زمارة رأتك يعني مش هيسيوك فهي الفكرة كده بالظبط يعني هو الجسم ده عمل زي الطفل الصغير يدي تيله كل الاحتياجات بتاعته هيبقى مبسوط منك وهيسمع كلامك وتقوله روح روح تعالى تعالى و هكذا ما تديتلوش احتياجات وإلا هيحصل هيحربك زي ما انت بتحرمي بالظبط وكل شوية ينكد عليك وكل شوية زين عليك وكل و هكذا نفس الجسم الجسم هيحربك بالظبط يعني فهنا كده محتاجين بشكل رئيسي ان احنا نفهم المعلومة دي ان احنا نعمل جسمنا ده جسم ده ضربنا خلقوا يعني عاديين نتكامل فيه شوية يعني الناس يعني يعني تيجي والناس تيجي لي عادة تقولك يا دكتور انا مش هانت طيق نفسي سيب اشتاق نفسك يعني يعني مهما حصل انا مش هانت طيق نفسي يا دكتور هت اه فضل فيه مشكلة بس بتواجهنا اللي هو بسبب النحافة ان احنا اصلا في الناس اللي هم ورفيعين بيبقى عندهم مش قل التغذية هم مالهمش نفسي للأكل فيه فقدان شهية فاحنا ازاي نعالك حاجة زي كده عن طريق مثلا بنتجه للأدوية ولا بنتجه لمثلا معظم فيه أكلات بتفتح النفس ازاي ما بيقولوا فاي حل احنا حضرتك بتفضله والله انا احنا انا قلت بقوله باستمرار وبكرر فيه في كل الاماكن في كل المحاضرات وهكذا بقول ان احنا محتاجين اللي احنا ناخد كل العناصر الغذية اللي احنا عايزينا الدهون والنشويات والبروتينات ولازم برضه نعرف النسب بتاعتهم من النشويات محتاجين 50% من الوجبة محتاجين 30% من الدهون اللي الناس اصلا بتمنح هتقولك لا ده الدهون ده هتسببلي ضرر كبير جدا تابقوا قلوب تتعب المعدة والكلام ده اوه تابقوا تتعب المعدة لكن الجسم اللي الدهون دي هت حاجة رأيسية فيه يعني الجسم محتاج 30% ما انفعش ان احنا نقلل عن كده ايه هنقلل عن كده ايه هيحصل النشويات هتخش في الجسم هو تتحول وياخد احتياجه ويخزنها برضه يعني النشويات بتتحول في نهاية المطار لدهون لو مش موجود الدهون اللي احنا عايزينا عشان كده تلاقي الشخص برضه بيدخل او الشخص اي ان كان بقى في فاحنا ده احتياجة جماعة الطفل محتاج ده احتياجات لو دينا ادارنا ان احنا اللبهاله تبقى دافع قوية جدا الجسم يستجيب ويحصل زيادة في الوزن بس بالنسب بس بالنسب صح؟ اه بالنسب ودي بتتحدد بزبط من قبل بقى استشارة التجزية اللي هو بقى النسب دي بيوزحها اللي هو 50% نشويات 30% دهون 20% بروتين يعني بالنسبة الفتح الشهية احنا حضرتك ما بتنصحش ان احنا مثلا نتجه الادوية او الكلام ده ممكن نستخدم حاجات طبيعية او اكل طبيعي بيفتح الناس؟ اه فيه حاجات بقى هقولك اشوائة حاجات كده بسيطة ممكن تبقى دافع قوية جدا ان احنا يعني تفتحش حاجة مهمة جدا ان الناس كلهم تفتحش او مشروبات يعني مثلا لو اتكلمنا في المشروبات هنلاقي مثلا مشروب الحلبة بس الحلبة ده صعب قوي يعني يعني الصعب ضح يعني بالنسبة للحلبة او ما تحبيهش اه فيه مسلك في الحلبة وفي الجينفين وفي حاجة اسمها البابونج تسمعه عنها القاموميل هي cent investية حاجة احنا الاقل تتشيرب يوميا قبل الاكل ايف En Little Karoul انا عاديد من الناس تاخدها قبل الوجبات يعني افطار غداعه شاي قبل كل وجبة ياخدها د Haven't you let me do it أنها تفتح الشيء. برضو محتاجين للواجب يبقى فيها سلطة. دلوقتي اننا السلطة دلوقتي مهملينها. السلطة دي فيها النكهة الطبيعية الموجودة فيها بتزود من إفرازات يعني اللعائب اللي تأهلك يبقى فيه شهية مفتوحة. طب يا دكتور طب ما برضو بينساهوا الناس اللي بتخس يأكلوا صاغة لنا. لا 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 ما هي بالفعل. بس في فرق بقى. يعني احنا دلوقتي مثلا لو تكلمنا في موضوع المية واتكلمنا في موضوع السلطة. بالفعل كل الناس محتاجة موية محتاجة احنا قولنا الثلاث حاجات الأساسية. محتاجين برضو فيتامينات ملت فيتامين بقى موجودة في الفكهة والخضار جميعا نرحها. المحتاجين منرل يعني محتاجين معادن. احنا الجسم محتاج فيتامينات ومعادن ومحتاج الكربوهيدريت والنشويات والبروتينات والمية. لو ادرنا ان احنا نحط الستة حاجات دولي في الوجبة الرئيسية في الوجبة بتاعتنا بس بقى بتختلف بقى من شخص التخين والشخص الرفية على الشخص التخين لا ننصح ان هو يشرب المية قبل الوجب. طب او في حاجة مهمة جدا بالنسبة للمية لان انا على طول طول منا باكل المية جنبي فبيقولوا ده غلط. ده فعلا غلط ان مثلا اكل معلقة ومية بيقولوا انها بنملى البطن. او كده فعلا. بفعل. وبيقولوا انها بتضخن وحاجات من دي بس وفي ناس بتقول ان هي احسن. انا اقول لكم بس اقول لكم الفايصل في الموضوع ده. او هو الفايصل اللي احنا نتكلم الفايصل ده. الفايصل في الموضوع ده ان احنا الشخص التخين محتاجين ان احنا نشرب المية قبل الوجبة مثلا ضروبية ساعة ولا حاجة. دي هتبقى دافعة كويه جدا. ان اولى حتى الهضم بتاعنا هيبقى كويس. الاكل بتاعنا هيبقى صحيح. الاكل اللي احنا ناكله هيبقى هنستفيد منه هيتوزح في الجسم. فاحنا دي بالنسبة للشخص الرفيع او اللي هو عاوز يدخل منفرش ان هو يشرب المية قبل او اسناء. لان دي يعني بتخفف العصارة الهضمة او بتبقى دافعة كويه ان هي تملى بتحسسك بالشارع السريع. عشان كده ننصح قبل الناس التخيلة تبقى قبل الابتاع. تبقى قبل الابتاع. بالنسبة للنسبة للرفيع يبقى بعد. عشان كده. بعض يعني. ماينفعش خلص في الاهل. لا ماينفعش قبل ولا في النص. اه. ولا قبل ولا اثناء. احنا عايزين نشرب بعض. بعد ليه? علشان بينا عاوزين نوسع الاوعية الدموية بتاعتنا. علشان تقدر ان هي تاخد كميات اكل اكتر الاكل يتوزع بشكل كبير. والمية دي هتيا اللي الجسم فا احنا محتاجين. المية دي احتياجي. بس اللزي لالشخصathi نعرف طب نتكلم بقى في نوطة برضو مهمة انتي اطراح تي مهمة جدا. اللي هي شرب المية. شرب المية دا نعرف ا انا اعرف احتياجي من شرب المية ازاي. انا دلوقته اقدر اقول انا احتياجي من شرب المية. بنا احنا كده عارفنا احتياجاتنا الاولائية. اللي هي الكربوهيدريتو انشريات نقطير. نقدر نعرف بع么 ا احتياجنا من المية ازاي? ان انا بوزني عن طريق الوزن أسمه على رقم 8 ده معادل يا جماعة الوزن الكلي على رقم 8 الوزن الكلي بالكيلو جرام على 8 اللي بيطلع بقى النتج اللي بيطلع على دين ده عدد كبات المية المفروض تشربها يوميا ما ننفعش تكل عن كده ما ننفعش تقلع عن كده لو قلت عن كده بابا أنت كده ما أخذتش بتياجاتك من الوزن بحية كوي سيدا يعني بس با زي ما قلنا اللي هنشربهم بالطريقة هل أنت شخصي تخير؟ هل أنت شخصي تخير؟ هل أنت خلص عرفت أنت هتشرب عزي؟ هتشرب قبل الوجبة هتشرب بعد الوجبة بالنسبة للشخص اللي عايز يزود وزن للأسف فقرة حلقتنا خلصت يا دكتور احنا استفتنا كتير من حاضرتك وأتمنى أن يكون معنا إن شاء الله في حلقة تانية عشان نستفيد أكتر وكل الناس اللي بتشوفنا تستفيد كده خلصت فقرتنا استنونا في حلقة جديدة من برنامج أمر 14